وعلى إثر ذلك تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول دور مصر في عملية تبادل الأسرى من الجانبين وأول تدوين معنا اليوم من إسلام عباس الذي قال مصر قادر على أن تثبت أنها بتلعب دور إنساني وتفاوضي ومؤثر والأعتقد في لحظة أنه ممكن يتحرك مترا واحدا في الشرق الأوسط بدون دور مصر كان واهما بينما علقت أنها جمال على الموضوع مصر من أول يوم وكانت مساندة لفلسطين وساعدت في إرسال كميات كبيرة من المساعدات عبر معبر رفح وقد أشد رئيس وزراء هولندا بالجهود التي بذلتها مصر للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة